ده نروح لخبر الحقيقة ساعدنا كلنا خبر يعني اول مرة في التاريخ تتأهل لعبة مصرية في المصرعة الى نهائي بطولة العالم مين اللي عمل كده صمر حمزة نجمة مصر في المصرعة استطاعت انها توصل لبطولة عالم خلينا اقول لكم ان صمر حمزة من اللعبات كتير اللي الظلمت او اللعبات كتير اللي الظلمت او قابلها سوق توفيق بشكل غير طبيعي الفترة دي صورة نجمتنا صمر حمزة صمر بدأت مشورة في بطولة العالم بالفوز على بطلة كندا 3-1 وبعدين كسبت بطلة النمسا في دور التمانية وبعد كده في قبل النهائي كسبت بطلة استونيا 3-2 وهتلاعب ان شاء الله بطلة تركيا في النهائي صمر حمزة كل اللعبات اللي كسبتهم يا ام أبطال عالم يا أبطال أولمبيين وبالمناسبة بطلة تركيا اللي هتلاعبها في النهائي هي صاحبة برونزية الأولمبيات وصمر حمزة من اللعبات اللي لعبت أولمبيات ولكن صادفها سوق حظ غير طبيعي على متابع صمر حمزة من زمان متابعها من فترة وبقول يا ربي هي بتكتهد وبتشتغل وإيه اللي بيحصل بالسحان الله إن شاء الله تبقى أول لعبة تفوز بالدهب يا ربي فتو تعالى صمر هي اللعب المصر الوحيد اللي قدر طبعا يضمن مداليا في البعثة اللي راحت في بطولة العالم وكات البعثة ممثلة في هيسن فاهمي في وزن كانوا 6 لعبة هيسن فاهمي في وزن 60 كيلو جرام محمد إبراهيم كيشو 67 كيلو جرام في وزن 87 عبداللطيف منيع في وزن 130 ومعهم في المصارع الحرة يوسف حميدة في وزن 125 وصمر حمزة في وزن 76 في المصارع النسائية بيدرب منتخب المصارع الكابتن كمال عبدو أما المصارع الحرة والنسائفة بيدرب من كابتن محمد طلبة وبترأس البعث اللواء محمد محمود وهو نائب رئيس الاتحاد ألف مليون مجلوكة صمر إن شاء الله ادهب بإذن الله ترجعي به المصر تستحقي بتجتهدي أنا متابعها كويس جدا على سوشال ميديا متابعها كويس قوي على صفحات التواصل من ناحية تدريباتها واكتهادها ربنا وفاك ويعوضي خير عن سوء الحظ اللي انتابك خلال آخر سنتين وكان طبعا أبرزهم الأولمبيات إن شاء الله تحقيق مدالية ذهبية في بطولة العالم إن شاء الله قدام بطل التركية بإذن الله هنروح لأحد فتيات مصر الذهبيات بسانت حميدة تحصد فضية وبرونزية بملتقى بلزونا بسويسرا بسانت حميدة لعبة منتخبنا طبعا تفاقين بطولة البحر المتوسط والدجة والألبان اللي عملته بسانت هي ما شاء الله عليها بسانت حميدة لعبة منتخبنا الوطن العلعاب الكوة حققت مداليات في الملتقى الدولي واللي بتلاقي في سويسرا دلوقتي بسانت كانت حققت فضية وبرونز في البطولة العالمية دي لأنها حققت فضية في سباق 200 متر عدوا بعد مساجات 22 ثانية و29 من مية وقدرت تتفوق على بطلة سويسرا وهي بطلة العالم جوه القاعات وبطلة أوروبا في سباق 200 متر وصاحبة المدالية الفضية في سباق 200 متر ببطولة أوروبا الأخيرة يعني خدت مدالية على حد جامل وكمان قدرت بسانت أنها تحقق المدالية برونزية في سباق 100 متر عدوا بعد ما حققت 11 ثانية و7 من مية وتفوقت فيها وتفوقت فيها على بطلة جاميكا وهي بطلة العالم في سباق 200 متر وصاحبة المداليات الفضية في سباق 100 متر ببطولة العالم الأخيرة وكمان قدرت أنها تتفوق على بطلة كودفوار وبطلة أفريقيا وصاحبة الرقم القياسي الأفريقي السابق بسانت ضمرت التأهل لبطولة العالم اللي جاية واللي هتتلاقي بالصيف السنة اللي جاية فيه المجر بإذن الله وزي ما حضراتكم فاكرين بسانت زي ما قلت لكم يعني في البطولة البحر المتوسط فازت بزهابيت سباقين 100 و200 متر وخلينا أقول لكم برضو بسانت كانت من اللعبات اللي صادفها سوء حظ كمان دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بتتعثر في البداية بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بتكتهد ومتيقاس وبتكمل ربنا بيفتحها عليك من وسع طبعا دي نتيجها وترتبع حاجة تفرح لما تلاقي بنت مصر الذهبية بتحصد مديليات بسانت ربنا وفاك انت نموذك طبعا للمرأة المصرية القوية المكافحة وخلينا أقول لكم كمان أنه منتظرين منها كتير بسانت لسه ما عملتش حاجة بسانت ان شاء الله يعني نتمنى لها مديليا أولمبية يعني يا أقل حاجة لأنها مجتهدة جدا وتستعد وكمان الجميل فيها أن هي بتعرف إمتى تروح السبب وإمتى ما تروحش عندها إصابة بتريح يعني بصراحة بسانت مش بس قوية في النهاية ولكن قوية كمان في التخطيط والاستعداد اشتركوا في القناة